بالأمس بدر انطلقت مظاهرة هنا في مدينة الليد ضد الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس وضد العدوان على قطاع غزة قام مستوطن متطرف يهودي بالاقتراب من المتظاهرين وأطلق النار عليهم بشكل عشوائي ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة آخرين منذ ذلك الحين تعيش مدينة الليد أوضاعا متوترة للغاية وشملت مواجهات بين الأهالي وبين قوات الشرطة اليوم خلال تشيع جثمان الشهيد قامت قوات الشرطة بالاعتداء على المتظاهرين بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لأنهم حملوا الإعلام الفلسطينية أثارت تصرفات الشرطة هذه موجة من الغضب عند الأهالي فتواجهوا من الشرطة وقاموا بإحراق عدد كبير من السيارات لاحقا تطورت الأوضاع إلى اشتباكات على مداري ساعات فرضت في وقت لاحق من مساء اليوم حظر التجوال في المدينة رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو في طريقه إلى هنا من المتوقع أن يصل خلال دقائق معدودة نحن نتواجد في منطقة واحدة هناك مناطق عديدة شهدت الاشتباكات وليس منطقة واحدة فقط كالتي نتواجد فيها بل هناك مناطق شاسعة أيضا منذ لحظة دخولنا إلى الليد قبل دقائق رأينا ثلاث سيارات إسعاف سياراتي إطفائية كانوا يدخلان إلى المدينة في إشارة إلى التوتر في مناطق أخرى هناك العشرات من حاويات القمامة محروكة العشرات من السيارات التي حركت اليوم هنا الأهالي يقومون بالتنظيف في مخلفات المواجهات التي جرى ويسأل خير؟ تقدر تحكي لنا شو صار اليوم؟ أه يأتيك لعن فيه إذن أوضاع متوترة هناك حظر للتجوال لا يوجد كثير من الأشخاص في هذه المنطقة هناك تواجد كبير للشرطة ليس في هذه المنطقة بل في الشارع الرئيس من الجهة المقابلة رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو أعلن أنه سينكل 16 سرية من الضفة الغربية من قوات حرس الحدود إلى مدينة الليد لحفظ الأجواء مفتش جهاز الشرطة الإسرائيلي قال أن الأوضاع التي تشهدها مدينة الليد لم تشهدها حتى في أكتوبر العام 2000 في إشارة إلى هبة القدس والأقصى وهي الأحداث التي وقعت داخل الخط الأخضر ضمن أحداث الانتفاضة الثانية ماذا عن السيارة المرتقبة للإنتنياهو أحمد التي أعلنت عن السلطات الإسرائيلية أنه سيزور الليد خلال الساعات المقبلة بعيدة أعلان حالة الطوارئ هناك هل تعلم شيء عن هذا؟ الحديث أنه سيزور المدينة خلال أقل من ساعة ربما خلال الدقائق القريبة اسمع الآن صوت إطلاق نار من هذه المدينة لا أعرف من أي الأحياء يأتي ولكن سلطات الإسرائيلية ركزت طوال الوقت لأنها تفقد السيطرة على مدينة الليد خصوصا مع رفع العلامة الفلسطينية خلال التظاهرة التظاهرة شارك فيها الألاف عندما تقديرات تشير إلى ثمانية ألاف وهذا عدد كبير جدا مقارنة بهذه المدينة التي أصلا عدد السكان العرب فيها يتجاوز العشرة ألاف بقليل هذا يعني أن العرب في المدينة خرجوا عن بكرة أبيهم لتشيع جثمان الشهيد المدينة عانت كثيرا خلال المكبة تم تهجير أهلها بالكامل تقريبا من العرب ثم قامت السلطات الإسرائيلية بإحضار مهجرين من قرى مختلفة في محيط قطاع غزة قامت بإحضارهم إلى مدينة الليد السكان الأصليون أصحاب المنازل في الليد هجروا إلى منطقة رامالله ومن هجر من منطقة غزة من شمالي قطاع غزة تم نكله إلى منطقة الليد هنا لاحقا بعد اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر اتفاقية كام ديفيد اتفقت مصر وإسرائيل على إقامة مطار في النقب هذا المطار أقيم على أراضي يملكها البدو هناك قامت إسرائيل بترحيلهم من شمالي النقب من النقب إلى هنا إلى منطقة الليد بمعنى أن التركيبة أن إسرائيل عملت خلال السنوات الماضية منذ النقب على تغيير التركيبة الديمغرافية والاجتماعية لمدينة الليد نعم نسبة الفلسطينيين في مدينة الليد كم تقريبا حضر التجوال كما ذكر طالنا بالسكان النسبة هي 30% تقريبا هي كانت مدينة عربية شبه بالكامل قبل النقبة النسبة الآن هي 30% فقط من خلفيات اجتماعية متنوعة يعيشون في حي أو في حيين بالكامل هذه الأحياء فقيرة جدا هناك سيارة محروقة أيضا الأحياء هذه فقيرة جدا نتحدث مثلا عن أن النسبة هي 30% بينما نسبة الموظفين مثلا أو في البلدية هي لا تتجاوز الواحد في المئة هناك تجاهل كامل لكل ما يتعلق بالمواطنين العرب الأحياء العربية وخصوصا حي الجواريش وهو أكبر أحياء مدينة الليد لا يوجد فيه أي إذن بناء بمعنى أن هناك كل البيوت تقريبا في هذا الحي مهددة بالهدم وهناك هدم للبيوت كثير بين الفترة والأخرى يحدث رئيس البلدية هو رئيس عنصري طوال الوقت يتحدث عن ضرورة تهجير هالي مدينة الليد هالي مدينة الليد العرب منها وإخراجهم لتبقى المدينة خالصة لليهود فقط ولطرد العرب منها في ظل هذه الأجواء من التحريض من العمل الإسرائيلي على إفقار المدينة سياسات التهميش المستمرة طبعا المدينة هنا لا تبعد عن تل أبيب بأكثر من ثلث ساعة بالسيارة إلا أنها تعيش أوضاعا مأساوية جدا المنطقة المحيطة بها هي منطقة ثرية جدا وستراتيجية جدا وهي قلب الاقتصاد الإسرائيلي إلا أن مدينة الرئيس الإسرائيلي في مدن فقيرة جدا في ضواحي المدينة ليس كذلك صحيح صحيح مئة بالمئة هذه منطقة ثرية جدا إلا أن المعدينة تعيش إلا أن الجزء العربي تحديدا في المدينة يعيش إهمال كبير يعيش أكثر من إهمال سياسات تهميش من قبل الحكومة الإسرائيلية وسياسات إفقار كبيرة جدا مستمرة منذ النكبة إلى اليوم وليست نتيجة فقط سياسات ربما في السنوات الأخيرة أو غيره هناك حالات من العنف الشديد عندما نتحدث عن سياسات تهميش وإهمال على سنوات طويلة هذا الأمر يتسبب بخلافات اجتماعية كبيرة وربما أنتم أدرى بهذه الصورة عندما العنف وغيره من الأمور الأوضاع الآن كما ذكرت الشوارع فارغة بسبب حظر التجوال إذن حالة طوارئ وحظر التجوال في نفس الوقت لأنها لن تسمح بأن تفقد السيطرة صحيح حالة طوارئ وحالة تجوال عندما يقول نتنياهو أنه سيوقف العنف في مدينة الليد فهو لا يقصد بالتأكيد عنف اليهود ضد العرب إنما يقصد الاحتجاجات العربية التي بدأت مرة أخرى نتيجة للانتهاكات الإسرائيلية التي تحدث في مدينة القدس يتشابه ما يجري في حي الشيخ جراح مع قصص مئات العائلات هنا في الليد هناك تقريبا معظم البيوت العربية وتحديدا في حي الجواريش لا ترخيص فيها ترفض السلطات الإسرائيلية منحها أي ترخيص مهددون بالإخلاء من منازلهم في أي لحظة والأخرى وهذا تماما ما يشبه حي الشيخ جراح ولو بصورة أخرى للمسار القضائي هنا أقل تعقيدا ويمكن أن يخرجوا بسرعة هناك دوريات للشرطة طوال الوقت ولكن في الشوارع الأخرى الموازية لنا نرى لغم أن المواجهات توقفت منذ ساعتين تقريبا إلا أننا نرى بقايا ذلك ما اسم المنطقة والحي الذي تتجول فيه الآن أحدا؟ العمل الطوال الوقتية على تنظيف الشوارع هذا شارع هيرتسل نعم الملاحظ أنك أنت والزميل المصور الوحيدان الموجودان في المنطقة يعني أتساءل إن كان من الأمن أن تكون في هذه المنطقة الآن؟ هناك حظر تجول عندما دخلنا إلى هنا كثيرون سألونا ماذا تفعلان وفقط عندما ريناهما البطاقات الصحفية سمح لنا بالدخول ولكن من المنطقة الأخرى كانت هناك قوات كبيرة للشرطة وحرس الحدود تحديدا وكأننا دخلنا إلى ساحة حرب إلى ساحة معركة مساء الخير شباب تطلعوا معنا مقابلة؟ يبدو أن هؤلاء شبان يقول الليد إحنا فلسطينيين هذا ما قاله الشاب في السيارة يبدو أنه في طريقه إلى المنزل طبعا حظر التجول يستثنى منه من كان خارج المدينة ويعود إلى المدينة الآن نرى التفاهرات هنا طبعا المظاهرات والاحتجاجات التي حصلت في الهد كافية عن ألف